اشارات المرور شروق طفلة صغيرة تعودت على حب النظام والالتزام به وذات يوم بينما هي في الطريق إلى مدرستها القريبة من منزلها وقفت أمام اشارات المرور تنتظر أن يصير الضوء أخضر للراجلين انتظرت شروق وانتظرت لكن الضوء لم يتغير وبقيت السيارات تمر وتمر وشروق تنتظر وتنتظر سألت شروق الضوء الأحمر ما بك أيها الضوء الأحمر؟ لما لا تترك الفرصة للضوء الأخضر كي يشتعل ويسمح لي بالمرور؟ واصل إلى مدرستي في الوقت المناسب أجابها الضوء الأحمر سامحيني أيها الطفلة الجميلة مسباح الضوء الأخضر معطل حزنت شروق لهذا الأمر وراحت تفكر كيف تمر بأمان إلى الرصيف الآخر في تلك اللحظة ظهرت لها شرطية المرور ووقفت بحيث يراها الجميع وشرعت في تنظيم حركة السير بحركات يديها توجهت شروق بهدوء نحو الشرطية حتى إذا اقتربت منها نادتها يا سيدتي الشرطية أريد الأبور إلى الرصيف الآخر غير أن الدوء الأخضر معطل فقد أخبرني بذلك الدوء الأحمر هل تساعدينني لأمر؟ كي لا تأخر عن موعد الدخول إلى قسمي ابتسمت الشرطية واستجابت لدعوة شروق فأوقفت حركة المرور من الجهة الأخرى بحركة من يدها وساعدت شروق ومن كان معها على المرور بأمان استعدت شروق للمرور وقد بدت عليها علامات الفرحة وهي تقول للشرطية شكرا لك يا سيدتي الشرطية الآن سأعبر في أمان إلى الرصيف الآخر ولن أتهخر عن دخول قسمي شكرت الشرطية بدورها الفتاة الصغيرة وهي تقدم لها التحية وحين كانت شروق تعبر إلى الرصيف الآخر سألت الضوء البرتقالي وأنت أيها الضوء البرتقالي ما دورك في تنظيم المرور؟ أنا يا صغيرتي أنبه السائقين يستعدوا للتوقف لأن الضوء الأحمر سيأتي بعدي حين وصلت شروق إلى الرصيف الآخر شكرت الأضواء الثلاثة وعبرت الطريق نحو مدرستها وهي تردد احترام أدواء السير بألوانها الثلاثة هو احترام للحياة النهاية شكرت الأضواء الثلاثة شكرت الأضواء الثلاثة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر